الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أجمل ليالي رمضان وما أنداء حاديثها إذا تجالس الأحباب ونثروا بينهم ورود الود وتهادوا رياحين الكلام ينتقون أطايبه كما ينتقى أطايب التمر كما يقول الفاروق صفت أرواحهم بالصيام وطهرت ألسنتهم بالذكر والسلام واغتسلت جوارحهم بطول القيام تلاقوا كما تتلاقى الغصون في موسم الربيع ليس بينهم صخاب ولا سباب ولا تشوى بينهم أعراض الخلائق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ومن أشد الزور في القول نقيصة الغيبة التي لم تدع مجلسا إلا دنسته ولا لسانا إلا زلت به ولا صالحا ولا طالحا إلا راودته فلم يسلم منها إلا القليل أيها الحبيب ليكن صومنا فرصة لنعالج أنفسنا من هذا الداء فننكرها على الآخرين باللسان أو بالقلب عند عدم القدرة حتى لا نقع في الإثم العظيم روية عن الحسن البصري رضي الله عنه أن رجلا قال له إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه رطبا على طبق وقال قد بلغني أنك قد أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام المشكلة اليوم أيها الأحبة أن الواحد حينما يبلغ أن فلانا قال فيه شيئا قبل أن يتأكد من الخبر تجده يتكلم ويسب ويشتم إلى آخره من الكلمات مع أن المفترض علينا أن نقتدي بقدوتنا المفترض علينا أيها الأحبة أن نقتدي بقدوتنا قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى أن فلانا اغتابك فماذا قال فقال مرحبا بحسنة لم أعملها ولم أتعب فيها ولم يدخل فيها عجب ولا رياء أيها الحبيب رمضان فرصة لنترك الذنوب هي فرصة لترك الذنوب والابتعاد عن المعاصي والسيئات فرصة لإصلاح النفوس إلى متى نعص الله سبحانه وتعالى سيدي أمير أهل السنة حفظه الله تعالى قد ألف كتابا عظيما في مهلكات الغيبة فذكر فيه ما ذكر في ذنب الغيبة والمهلكات وأمثلة الغيبة إلى آخره تعلمنا في مركز الدعوة الإسلامية هدف نبيل هدف سامي عظيم يرفعنا ويرقينا إلى أعلى المراتب ما هو هذا الهدف علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله عز وجل صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم